اشتركوا في القناة لكن اليوم بغياب الرادع الصاد لها بدأت تزداد في بغداد الثقافة ولحقتها بعض المحافظات محافظات الجنوب بالتركيز على هذا الملف آخرها الديوانية لكن أبناء هاي المحافظة انتفضوا من ذاتهم دون انتظار الأمور اللا أخلاقية أن تصير مظهر من مظاهر المدينة ونظموا احتجاجات وأطلقوا المناشدات للجهات المعنية أن تتصدى وتمنع محال الكمور ومن على شاكلتها أن تنتشر في المدينة وكما صرح المحتجون أن المحافظة على أخلاقيات المجتمع وأبنائهم من كل شيء آخر فضمن حزمة المعالجات الميدانية في ملفنا الآخر والاطلاع عن كثب للواقع الخدمي والمعاشي زار رئيس مجلس الوزراء محافظة الديوانية والتقى بجمع غير قليل من أكاديميها وممثلي منظماتها المدنية وأطفالها الموهوبين وقادة أمنها وشيوخ عشائرها وممثليها في مجلس النواب وأكد على أهمية المحافظة التي تستحق أن يبذل الكثير من أجلها من أبنائها وبما يغير واقعها الديوانية هي البداية لكم كبير من المشاكل والمعوقات لتصدرها النسب المرتفعة من الفقر والبطالة وأسباب أخرى هي ناتج إهمال السياسات السابقة التي لم تولي هذه المدن أهمية العناية المطلوبة إذن مشاهدي الأحبة في حصادنا لهذه الليلة راح نتابع هذين الملفين من الديوانية وناقش كل تطوراتها وكل تفاصيلها مع ضيوف الكرام تتفضلون بقاويانا ومتابعتنا حياكم الله مجددا ربما طرقت مسامعنا كل شهوائه كلمة الديمقراطية التحرر الثقافة هاي المفردات المغلوطة اللي فهمها البعض وفق مزاجياته فتح محلات الخمور الطاقة للعلن وقامت الندوات الفكرية والأدبية ولكن بنكهة ورائحة الخمور ضمن هذا الإطار إطار الحرية التثقيف المزيف ولكن هاي الأفعال ضمن نطاق الحرية ما تجي وفق ما نتناسى بأن هذه الحرية تتوقف عندما تصدن بحريات الآخرين ولكن بالتالي هذا تعدي واضح على مبادئ الآخرين وقيمهم وأعرافهم قصوصا إذا كانت هذه الممارسات في محافظات في بيئة محافظة خلونا نتابع تقرير الزميل أنه الشمر وبعدين نفتح محاور الحديث مع ضيوفنا الكرام بلد الحضارات والثقافة أصبح مرتعا لسلوكيات غير مقبولة حيث تجرأ أصحاب محال الخمور بافتتاح محالهم وسط أماكن سكنية في وضح النهار إذ تجلت الصور لمظاهر الخمر ابتداء في عاصمة الثقافة والعلم بغداد حتى انتقلت إلى محافظة الديوانية لكن هذه السلوكيات واجهت رفضا كبيرا قاطعا لاستمرارها وسط هذه المحافظة تمثلت باحتجاجات كبيرة تتصدى لبعض الممارسات التي تخدش أعراف المجتمع انطلقت اليوم عشار الديوانية بمواكبها بحيئاتها بسعاداتها بشوخها تطالب إلى إنهاء وإزالة هذا المنكر الذي نرى في مدينة الحسين الثانية مدينة الديوانية التي أعطت ما يقارب حوالي 400 شهيد من أجل الكرامة من أجل الشهادة من أجل العزة والقيمة التي جاء من أجل الحسين سلام الله عليه ولذلك وقفتنا لهم وقفة احتجاجية نطالب الجهات الأمنية والجهات المختصة والجهات العليا بإزالة هذا المنكر عن هذه المعاورة الكريمة فغياب الرادع والمانع لاستمرارها كذا سلوكيات هو ما جراءهم ليخطو تلك الخطوة المرفوضة من بيع الخمور ومراكز المساج وأماكن له المعلنة منها وغير المعلنة فالديوانية تنتفض حفاظا على أخلاقيات البلد وعدم ضياع أبنائهم موجهين نداءات استغاثة للجهات المعنية بالمراقبة والمتابعة ملوحين إلى استمرار اعتصاماتهم أو ربما اللجوء إلى إجراءات أخرى أكثر تصعيدا هذه المحلات والبارات حولت المحافظة إلى مجون والخمور ولذا هذه وقفة أولى والوقفة الثانية سوف تكون هناك اعتصامات ونصب الخيام ولن نخرج إلا بزالة هذه الخمور والفوعش التي أمتلت اليوم في المحافظة ثم بعد ذلك هذه اليوم حواذجة قتل وعصابات في هذا المكان إننا نرفض هذه المظاهر وإننا استقفوا اليوم هذه الوقفة التحذيرية وأعطينا مهلة أسبوع بعدها سيكون لنا موقف آخر أمام مكتب المحافظ وأيضا أمام مديرية الشرطة لم تكن هذه الخطوات وليدة الصدفة والمزاج لكن أقيمت المهرجانات التمهيدية لجس نفض الشارع ومنها ما حدث في مهرجان الجواهريون الذي أقامه اتحاد الأولى واليوم أبناء المحافظة يرفعون شعارات الرفض باعتصاماتهم إزاء تهديد السلم المجتمعي على حد قولهم إذ وصفوا الخمورة والأماكن المشبوهة وارتيادها هدم للقيم الأخلاقية وتهديد علني لمبادئ المجتمع مطالبين بإيجاد الحلول الفورية العاجلة أماكن تعلوها العناوين البراقة بتحايل مع القانون تحت مسميات ثقافية مختلفة لكنها تخفي داخلها الكثير من المحظورات المجتمعية تصلوا إلى حد البغاء مع الأطفال نهاشم مري الأيام الفضائية مجددا حياكم الله مشاهدي الأحباب هذا ملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور أيسر فخري الباحث والأكاديمي حياك الله دكتور أيسر ضيفا كريما وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ مهند جواد المحالي للسياسي حياكم الله وفي الكرام أستاذ مهند يعني نتحدث عن البنية السياسية قبل البنية المجتمعية لما تتدخل السياسة والتنميط والقولبة بصورة عامة بتغيير بنية مجتمع بالتالي نجد بأن محلات كمور تزداد يعني تعامل أهالي هذه المحافظة القيمة والأصيلة من شيوخ عشائر ووجهها كانت تعاملا حضاريا بالخروج بمظاهرات ونرجع إلى صورة نمطية كانت يتم التعامل حتى في بغداد بتفجير هذه المحلات لما يكون أكو تعامل حضاري راح تكون أكو استجابة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين الكرام الواقع هناك مشاكل كثيرة لابد أن نركز على مجموعة من النقاط حتى نستجلي لماذا هذه المشاكل تكون خصوصا في الجانب الأخلاقي والقيمي الأمر الأول أنه نلاحظ هناك استهداف للمنظومة القيمية للمجتمع العراقي والمجتمع الإسلامي بشكل عام من خلال استهداف الحجاب مرة استهداف العباء مرة أخرى واستهداف القيم الأخلاقية من خلال الشذود وغيره والأمر الآخر أنه فتح محلات للخمور تختلف عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع لأن هذا مجتمع محافظ ومجتمع مسلم ومجتمع له قيمه وأخلاقه العشائرية والاجتماعية فأول ملاحظة هو هناك استهداف للمنظومة القيمية في المجتمع العراقي الملاحظة الثانية هناك حالة تنميط وتطبيع مع المنكر يعني بعض الأشخاص وبعض الجهات تحاول تمرير هذه الأمور من خلال إعلان بعض المسائل مثل فتح بارات الخمور أو أنه يقف شاعر على منصة الإلقاء ويأخذ معه المشروب المنكر وهذا هي حالة تطبيع مع المنكر وتنميط للمجتمع العراقي على أساس أن هذا الشاعر هو الذي يمثل وجه من أوجه الثقافة الأمر الثالث هناك مخالفة صريحة إن كانت حتى فيها جواز قانوني أو إجازة قانونية ولكن لا ينبغي أن يكون أي حكم موجود أو أي تشريع يخالف أولا دين المجتمع والأمر الثاني يخالف قيم المجتمع حتى مانتسكو في كتابه روح الشراعة وروح القانون هذه المسألة يركز على هيقول ينبغي أن يكون الدستور الذي يحكم كل شعب هو نابع من قيمه وتقاليده وعاداته وأعرافه ورواه الكونية وتطلعاته لذلك سن أي قانون يخالف قعادات المجتمع وتقاليده يعتبر هذا القانون غير نافذ وهذا القانون يعتبر هو ضد إرادة المجتمع لذلك هو ملغي حتى بالدستور العراقي إنه لا يجوز سن أي قانون يخالف الدين الإسلامي لذلك إنه مثل هذه الأعمال ما هي إلا استفزاز للمجتمع بالمقابل هي ضوابة ووسيلة للولوج والدخول في هذا المجتمع من أجل إفساده طيب دكتور أيسر جدد ترحابب حضرتك خليني اليوم أكون محام الشيطان يعني لما أكون تأطير لمسألة بيع الخمور ويخيرونا بين خيارين خلي الناس تشرب خمر أفضل ما تلتجئ للمخدرات يعني خلصة الخيارات عندنا وظليني ضمن هذا التأطير فقط لا ثالث لهذه الخيارين نعم جميل جدا إذا كنت أنت محامل فأنت شاطر يعني هاي مشكلة نعم بس مرشيط نحن نكسبك إلى جهتنا أولا نحييك وأحيي هذا البرنامج وحيي ضيفك الكريم حقيقة موضوع حساس جدا ويتوقف يعني لجب أن نستوقف عنده لأنه لن يكون المحطة الأخيرة بل هناك ظواهر كثيرة جدا سوف تأتي تباع وهنا يجب أن ننطلق بمقولة في علم النفس السياسي ألا وهو أن كل شيء كل صدفة لا تساوي صفر ماكو شيء اسمها صدفة نعم العشوائية في السياسة خطأ ماكو شيء اعتباطي هاي المحلات أو غيرها من أي ظواهر أخرى لا تأتي بالصدفة بل هناك شيء اسمه مدروس مخطط تنظيم وهذه من رواسل الاحتلال الاحتلال لما جاء إلى العراق وخطأا ربما نظل أنه ذهب من العراق لا هذه واحدة من ترسباته أنه يغير من القيم والبنية المجتمعية ويحاول أن يؤثر له لا أنا أجبتني كلمة اللي التنميط والتطبيع حقيقة هذه الكلمتين تتماشى مع الدول اللي بيها احنا نجول الليلة احنا ما عندنا لا تنميط والتطبيع نحن عندنا ولادات قيصرية كل شيء بالقوة لذلك هو اليوم ما رسوا علينا بالتنميط والتطبيع لكن سوف يأتي يوم قيصريا بالقوة يستخدم أنه يفتح بار ملها يفتح المساجات طبعا أستاذ أحمد تدري واحدة من يعني مباشرة يصلوا إلى الحانات لا ماذا تقول إذن عن المساجات ماذا تقول عن حمامات الساخنة والباردة ماذا تقول عن غيرها هذه كلها يعني في بغداد أصبحت هذه المسألة طبيعية أحسن طبيعية بعد أن كانت في كردستان مفتوحة عن صراعيها ولكن اليوم لما تدخل لهذه المحافظات بيها بنية اجتماعية قوية أحسن قيمة عشائرية مرتفعة جدا مناطق محافظة واليوم أهالي هذه المحافظة استنكروا هذه الأفعال دكتور وبذلك إذا كان ندعي الديمقراطية إذن الديمقراطية تحكم ماذا البلد الأهالي استنكروا وما يريدوها خلاص نتين الموضوع شيروها ولكن هناك تغيير للخارطة الذهنية المعرفية لدينا احنا أول ما نبدأ في أي تغيير ماذا أول مرة نؤثر على حاسة السماء نسمع أنه هناك سوف يفتح ثم بعد ذلك حاسة البصر نشوف هذه الحانات بعيننا ونشوف شكو صار بها بعدين عن طريق التواصل الاجتماعي وغيرها دخلنا بها أرواحنا والسادنا ما ندرك استاذ أحمد لشي الحانات الآن كثير من البنات يدخلون بها عن طريق التواصل الاجتماعي قبلت شنا من الناس غر وانتقول حالي شو شكو بيه الملع شو صير بيه بالليل وعد يسأل الله وكأنما هو سر أصبح غير سر مياش لأنه اخترقار وبذلك كسبة وحاستين السمع والبصر في الخريطة الذهنية للإنسان هذه الحواس هي التي تكون الخزين المعرفي وبعد ذلك ماذا تكون؟ تصبح ديمقراضيا تطلب هذه الأشياء اللي احنا عنا نسميه نوع من أنواع الإدمان لأنها هي هرمونية الهرمونة السعادة السيسترون والهرمون الدوباني لا يشعرك بالنشوة والسعادة إلا أن تحت هذه الأجواء هي إذن نوع من أنواع المورفين المخدرات المعنوية التي تقطع هذه الشعوب مرة أخرى لا يوجد شيء اسم عشوائية لا يوجد شيء اسم صفر لا الصدفة هنا مستحيلة كلها مخططة ولذلك ما خطيها كان أعظم أنا أحييك طبعا مرة أخرى وأحيي كل قناة تحاول أنه تفكك أجزاء في المجتمع وتقف فقفات في المجتمع ومن هنا مرة أخرى أرددها وسوف أرددها من قلال مساحة قناتكم المعروفة بأنه تأطي مساحة للآخرين دعوة مني لهيئة الاتصالات ولكل من يساهم على يراقب كل القنوات أن تفرض ساعة واحدة في اليوم اجتماعية رجل ابني نفسنا أولادنا ضاعوا بيوتنا ضاعات السياسة نعم هي كل القنوات تشتغل 24 ساعات ساعة أحمد طولنا ساعة واحدة لابني نفسنا أيها السياسي المسؤول عن القرار ترى أنت عندك أهل وعندك ابن وعندك منت أنت مشغول بالسياسة ولكن سوف يهدم البيت وهذه هي العولمة الجديدة بل هو الاحتلال الجديد اللي هي احتلال الأسر وتهديم الأسر والوصول إلى حالات الإدمان الغير من المخدرات أو الأرقيلة أو إلى آخرها ومشاهدة الإخلاق الإباحية هي الدخول في الملاهي المينية بدون ما ندري وبذلك يصبح مطلب دكتور خلينا يعني من مصطلح العولمة الجديدة أستاذ مهند وحضرتك انتروبولوجي ومعروف في مجال اختصاصك نتحدث اليوم عن هذه البنية الإنسانية لما أكو مشاهد تبدأ تتكرر يواصل المشاهد أو المتلقي إلى البلاد بالتالي يشوفها مسألة أصبحت طبيعية ما يعارضها وإذا ما وقع في فخل استخدام والإدمان قد يصل لهذا الموضوع نشوف في بغداد قبل نتحدث عن مولات للمشروبات الروحية ولكن في الديوانية اليوم لما تكون هكذا حالات أشرت حضرتك في مؤشر بسيط بأن العولة مشتغلت قبل سنة وقاموا يصبوها بكأس الثقافة والأدب والشعر شنو رؤيتك في هذا الموضوع نعم أستاذ أحمد إنه الحقيقة هناك مجموعة من الوسائل للهيمن على الشعوب وعلى المجتمعات كانت الوسيلة الأولى هو الاحتلال المباشر يأتي طرف خارجي ويهيمن من خلال السلاح وهذا أصبح تقليدي وقديمي ومن ثم حصلت مرحلة ثانية هي أنه يجعلون مجموعة من العملاء هم يحكمون هذه الشعوب بالحديد والنار ويهيمنون على هذه الشعوب من خلال هؤلاء القادة العملاء الأمر الثالث أنه يستهدفون القيم الأساسية للمجتمع ويحاولون إعادة عقلية هذا المجتمع وإعادة بنية هذا المجتمع العقل هذا الاجتماعي فيحاولون الهيمن عليه من خلال عملية يسموه الغزو الإدراكي من خلال أنه يغيرون مدارك المجتمع ويغيرون أفكاره حتى يهيمنون عليه لذلك أنه إذا هيمنت على عقل الإنسان تستطيع أن تسيره أينما تريد وحيثما تريد فهذه مشكلة أساسية لذلك حتى القرآن الكريم يبين هذه المشكلة يقول استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين يتحدث عن فرعون حتى في روايات أهل البيت عليه السلام تركز على هذه النقطة يقول استخف قومه فأطاعوه فتع لهم الملاهي كانت هناك ملاهي موجودة فالإنسان يذهب بدون قيم بدون معرفة لأن الإنسان يكون ثقيل إذا كانت له قيم وكانت له معرفة يعني إدراك صحيح وله قيم تضبط سلوكه لذلك قال استخف قومه جعلهم خفافا لا يمتلكون قيما تثقل من حجمهم ومن وزنهم ولا لهم إدراك يستطيعون يعرفون من خلال السلوك الصحيح يعني أجل صبو الهياب بكأس الثقافة وكأس الأدب سيد مهند نعم لابد أن يقدم السم بشيء من العسل حتى يكون مستساغ لا يكون أنه تمرير ومواجهة للقيم بشكل بباشر ودكتور رئيسي القماكو صدفة نعم لا يوجد شيء صدفة كل شيء مخطط كل شيء حتى أن لم يكن مخطط على الورق ولكن هناك خارطة موجودة داخل ذهن الإنسان يعني يعمل خلالها حتى موجود هذا البرنامج أنه قبل فترة نزل كتاب لزوجة زلماء خليل زادة أنه اسم الإسلام الديمقراطي المدني تقول أنه مجموعة من الأمور ننشر فيها إسلام جديد تعتمد هذا الإسلام على نشر العلمانية نشر المدنية بالمقابل هناك جعل تيارات إسلامية متشددة حتى الناس ينفرون من الدين كل هذه الوسائل موجودة الآن لأن نعرف أنه المساوي للعولمة هو الأمركة هي سياسة القطب الواحد من بعد انهيار القطب الآخر الكبير هو الاتحاد الصفيتي لذلك أنه ثقافة العولمة اليوم موجود هي ثقافة الأمركة لذلك بعض المفكرين اليوم من بعد كل هذه السنوات يتحدثون عن ما بعد العولمة هل أنه سوف تبقى السياسة الأمريكية مسيطرة والقيم الأمريكية مسيطرة على العالم هل يبقى أنه فقط قطب واحد هو يقود العالم أم هناك أقطاب متعددة حتى أنه روسيا الشيوعية التي كانت تقف ضد الإيمان وضد الدين اليوم يخرج الرئيس الروسي يقول لا يوجد شذوذ في روسيا ما دام أنا موجود إذن هناك تحدي كوني للسياسة الأمريكية للقيم الأمريكية فليس فقط المجتمع العراقي مستهدف ولكن اليوم استهدافه أصبح واضحا من خلال إدخال هذه الأفعال الغريبة على المجتمع العراقي وخصوصا على المحافظات المحافظة والتي تمتلك قيم دينية وعشائرية هذه القيم الدينية دكتور أيسر والقيم العشائرية ألا أتجدها بأنها تكون أواصر متينة وعرى وثيقة ما ممكن كسرها حتى من متبعي العولمة ومريدي هذه العولمة وأشير الحضرتك بأنه في العام الماضي كان هناك مؤتمر أو مهرجان شعري لاتحاد الأدباء وحق الرد مكفول وجاء بشاعر معين في محافظة الديوانية ويعرف نفسه بأنه آخر السعاليك ويصقع البطل نعم للأسف الشديد الحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى أمر مهم جدا نحن طلعوا أهل الديوانية مشكورين وأنا من أحييهم وأدلوا بدأ المهم وقالوا نحن مريد انتهى الموضوع ولكن هذا الأولاء يحتاجون لدعم أنا أولا أحييك أستاذ أحمد شخصيا وأحيي قناتك لأنه هذا واحد من أنواع الدعم المعنوي والإعلامي لهم وهذا ضروري ولكن أين الدعم الحكومي لهؤلاء هؤلاء يا أستاذ أحمد ويمكن أتمنى هذه الحلقة تنحفظ إلى قادم الأيام والأسنين القادمة استاذ أحمد أسألك سؤال الخوات الآن الولادات الطبيعية سأكثر من الولادات القيصرية قيصرية بطبيعة الحال أصلاً لأن الطبيعية صارت من النوادر وهذا ينسحب ليس فقط على الولادة بل حتى على الولادات السياسية استاذ أحمد الولادات أصبحت قيصرية اللي لم تأتي سوف يؤتبك وأنا متأكد سوف يطلب هؤلاء الجماهير إذا ما دعموا ونفسهم يطلعون شباب يطلبون لفتح البارات لأنها أفضل من أن يقتلون نفسهم يعني شوف أن يتخير بين أمرين سيئين يعني يبدأ يستغل يعني استدراج هذا الاستدراج منهج من مناهج الشيطان بل هو منهج من مناهج العولمة أنه يخليك تأتي إلى المساحة فمبعد ذلك يأخذ الأجر عليها يعني الآن إذا هو يدعم فتح البارات وإذا يدعم الحانات وإذا يدعم الملاهب أموال سوف يأتي يوم لا هو يأخذ عليها فلوس وهي هاي أصل الخانة أصل الحانات وأصل يلعب غمار والرولية ما هو بالبداية هو يعطيك كما بعد ذلك يأخذ منك هذه يحتاج إلى تفكيك وإلى ما يؤرف في خاصة في الحكومات العراقية الأسفل يجب أن تكون هناك فلسفة يجب أن يكون هناك من يعي ماذا يفعل المنطقة كلها بيها مشاكل وبها ألغام كثيرة ومنها ألغام المعنوية الألغام المادية واضحة طائرات سلاح قتال إلى آخر لكن الألغام المعنوية هي الإشكال تفكيك البنية الأسرية هي مشكلة تفكيك المنظومة القيامية مشكلة أتعلم أستاذ أحمد واحدة من أعظم ما جاء بها لنفسه وهرم ماسله للحاجات أتعلم الآن يعملون على الهارم الماسة المقلوب أنه من خلال هذا يغيرون هذه الحاجات وتصبح الحاجة إلى اللهو وإلى الطرق وإلى الحاجة إلى الإدمان أكثر من حاجات البيولوجية العادية الاعتيادية وهذا شأن المخدر شأن المسكر شأن الثمن شأن المغيب عقله كل ذلك إلها أساليبها وإلى طرقها الطرق القديم أصلها الطرق بالي الآن كل المؤتمرات في العالم بل البحوث في العالم كيف نستطيع أن نسحب مساحة أي الإنسان من مساحة الراحة والأمان إلى مساحة أخرى نحن نوطئها لهم وهذه مشكلة لكن مرة أخرى من دعم هؤلاء اللي طلعوا ونحيهم مرة أخرى من يدعمهم يعني أنا أول مرة أسمع قناة وفي القناة كنت تدعمهم وتدطيهم مساحة وليدعمهم على الأقل معنوية الطالب يا أستاذ أحمد من يحل مسألة المدرسي قلنا يا صفقولة تعزيز أحسنت من بدء التثبيت للمعلومة نعم إذن أنا كيف من دعم هؤلاء طلعوا هوا صفاطية بالشنس مرد ومرد شكرا مبارك الله ها هي هذا الموضوع يحتاج إلى دعم دعم المعنوية ودعم المادي ويحتاج إلى ماذا الشباب مشكلة الشباب ما يستلم من عد السلام أحمد يستلم من أنترميت نعم يستلم من موقع التواصل يقول يريد يخلوكم أنت دائما بالظلام يخلوكم في ترون الوسطى شوف بغداد نحن ورح الحضارة شوف أدريك الحضارة وبدأ توقيت هذه التظاهرة لو صايروية بالضبط نفس توقيت زيارة سيد رئيس الوزراء سيد السودان إلى محافظة الديوانية لربما كان بها أحسنت إجراء آني ووقت أحسنت في نفس اللحظة ولكن يبدو أن تفاوة هناك قد حصل أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور أيسر فخري البحث الأكاديمي في مجال من نفس أثريت الحوار في هذا الملف وتتفضل البقاء مع أي أستاذ مهند جوات كيف تابع في الملف الآخر اشتركوا في القناة أستاذ مهند جواد وكذلك ينظم معي ضيفا كريما في الأستوديو الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي حياك الله أستاذ علاء وأستاذ مهند أستاذ مهند يعني لما نتحدث عن بنية سياسية ونظام سياسي جديد أقصد بالحكومة الجديدة في هذه المرحلة هناك بعض الفضايا تتحدث عن الانتشار الإعلامي اللقطة الشو ولكن بواقعية لو اتحدثنا أكو استثمار للوقت أكو استثمار للجهود وأكو حركة دقوبة هذه الحركة عندما أعلنت يعني القوة التي شكلت تحالف الدولة الإطار التنسيقي هو النواد وقالت أنه رح ننتج حكومة خدمات بالتالي الخدمات اللي يشوفها اليوم في مصفر الديوانية استثمار في 125 مليون دولار تأمين مشتقات نفطية للمحافظة تقليل استيراد المشتقات النفطية من جهة أخرى إيجاد فرص عمل كل هذه المنجزات في افتتاح مشروع واحد هل نعتبر بأننا قد وضعنا قدماً في الاتجاه الصحيح تحية لك مجدداً ولضيفك الكريم الواقع أستاذ أحمد أنه كانت خطوات السيد السوداني من البداية واضحة ومرسومة جداً يعني كانت خريطة واضحة جداً عنده للتحرك السياسي من أول يوم استلم رأسة الوزراء وشكل الكابينة الوزارية عمل على خطوات جدية وكان هو الرسالة التي نوه إليها أنه نحن اجتمعنا في يوم الجمعة وهو يوم عطلة لأن هذه الحكومة تعمل ليل ونهار وبشكل دؤو هذه أول إيجابية وهي رسالة مطمنة للمجتمع العراقي وتفائل المجتمع العراقي بهذه الخطوة بشكل كبير الأمر الثاني هناك له ملفات يعني مهمة ركز عليها استراتيجية تهم المواطن بشكل كبير مثلا ملف الصحة كان أنه قال في برنامج الوزاري أنه قضية الصحة ووزارة الصحة هي من أولوياته وهو طالب أن يكون وزير الصحة من ترشيحه وفعلوا أيضا الكثل السياسية وقدموا وزيرة للصحة على أساس اختيار السوداني السيد السوداني لذلك وكان له اهتمام خاص بوزارة الصحة الأمر الآخر أنه ركز على المشاريع الستراتيجية التي تصب في ثلاث قنوات القناة الأولى أنه هذه المشاريع ترفض الميزانية العراقية مثل مشروع المصفة الديوانية الأمر الثاني تشغل الأيد العاملة الأمر الثالث أنها تقدم إنجاز استراتيجي ينفع المجتمع العراقي بشكل عام إذن هو له برنامج واضح وله خطوات ميدانية والمجتمع العراقي يستبشر خير ولكن أيضا هناك قلق من وجود بعض المعرقلات أو بعض التيارات السياسية الداخلية أو الخارجية تعرقل حركة هذه الحكومة ولكن السيد السوداني بدأ بشكل مبكر وبخطوات جدية ولا بد أن يكون هناك مساحة ووقت أقل شيء ستة أشهر حتى يستطيع أن يقدم إنجاز ملموس على أرض الواقع هناك أسأل أجل ترحابي حضرتك من وصف رئيس الوزراء بأن لديه الخبرة في مجالس المحافظات والعمل البرلماني والعمل التنفيذي وبالإضافة إلى إسناد الكتل السياسية داخل مجلس النواب تدعم الإقار التنسيقي وانتهاءا بإتلاف إدارة الدولة لكل هذه التحركات وحكومة الخدمات نشوف كل هذه المميزات هي التي جعلت السيد السوداني اليوم لما يذهب ويشير إلى أثناء لقاء مع نواب محافظة الديوانية وعدد من الوجهاء بأنه الواقع الاقتصادي الديواني المتردي يريد يرفع من منسوبة رفاهية أو تحقيق بعض المنجزات لهذه المحافظة على المستوى الاقتصادي كيف تنظر إلى هذه الجزئية سيد أحمد رحب بحضرتك وبي ضيفك الكريم وبي كل مشاهدي قناتكم الكرام أيضا حقيقة خطوات السيد السوداني خطوات محسوبة بدقة عالية كونه رجل صاحب خبرة خبرة تشريعية وخبرة تنفيذية وأيضا في مجالس المحافظات ولديه تشخيص كامل عن مكامل الخلل والتحديات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي ومنها نقص الخدمات وأيضا هناك صناعة معطلة يمكن النهوض بها وهي الصناعة التحويلية وبالتركيز بالبرنامج الحكومي على مسألة الفقري والبطالة وتنشيط القطاع الخاص والصناعة هذا كل تبع التشخيص الصحيح لما يعانيه الاقتصاد العراقي ذكرنا من خلال منبر قناتكم وبخلال لقاءات سابقة أن مشكلتنا في العراق مشكلة الإرادة الإرادة السياسية الحقيقية القادرة على أن تحقق تنمية ونمو اقتصادي يمكن أن ينهض اليوم محافظة الديوانية سيد رئيس الوزراء بعث رسالة واضحة للمحافظات الجنوبية التي تعاني من نسب فقر عالية وتمتلك مقومات النهوض والتنمية ومنها الصناعة التحويلية التركيز اليوم على الصناعة التكريرية مهم جدا كون العراق مستورد كبير للمشتقات النفطية وبنفس الوقت هو مصدر للنفط الخام إذن هناك مقومات لقيام هذه الصناعة أضف إلى ذلك مسألة التشغيل تشغيل العمالة وليدي العاملة بحجم كبير جدا هذا المشروع نعتبره الخطوة الأولى بالاتجاهة الصحيح وإذا كانت هناك جدية وإرادة سياسية لدعم سيد السوداني للمضي قدما بهذه المشاريع البعيدة عن تشخيصات الفساد وأيضا البعيدة عن المشاريع الوهمية والمتلكة سيكون هذه الخطوات مهمة جدا وهي تمثل الاتجاه الصحيح نحوه يعني اليوم بالتزامن زيارة السيد السوداني إلى محافظة ديوانية نعم وأيضا قراءة مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص هذا المزيج والتوليف اللي لاحظه هناك تفاهم بين مجلس النواب وما يقره من قوانين وبين العمل الحكومي وبالتالي ربما الاثنان يصب بنفس الاتجاه مع تأكيد السيد السوداني على الإسراع بإقرار قانون الموازنة وأيضا التخصيصات والمشاريع كل هذا سيسهم ببوادر نشوء عمل حكومي يمكن أن يلمس المواطن نتائج مرجوة منه في الأجل القريب إن شاء الله طيب سيد مهند لما يكون هناك تشخيص من رئيس الوزراء لواقع الديوانية الخدمي وبالتالي انفاذ هكذا مشاريع تسد حاجة المواطن والبنى التحتية أيضا أمره بتشكيل لجنة وزارية تتابع هذه المشاريع المتلكئة وما غفل الدور الأمني وقرورة الحفاظ على الأمن وأمن هذه المشاريع وعدم تدخل بعض الجهات النافذة في هكذا مشاريع هذا الموضوع جرى عند لقاءه بالقوات الأمنية من جهة ووجهاء وشيوخ العشائر من جهة أخرى هذه التكاملية في العمل راح تأديننا إلى نتائج مثمرة نعم هناك مشكلتين كانت في جميع المشاريع المشكلة الأولى كان هو الفساد والعقود الوهمية والبشاريع الغير منجزة لأن هناك أموال تسرق وتذهب إلى خارج العراق وتعطل هذه المشاريع المشكلة الثانية هي التي تعطل المشاريع كانت بعض الجهات السياسية وبعض الجهات الموجودة التي لها قوة في الشارع ولها سلاح هي تتفاوض وتقايد المقاولين أو المسؤولين الحكوميين من أجل أعطاء حصة لهم وإلا يتوقف هذا المشروع وحينما تأخذ حصة من أي مشروع يكون هذا على حساب المشروع يكون بكفاءة قليلة ولا تسد الأموال حاجة هذا المشروع لذلك هو التركيز على الجانب الأمني من جانب أنه حماية هذه البشاريع من أي عمل إرهابي وحماية هذه المشاريع من أي قوة خارجة عن القانون تحاول استغلال وابتزاز هذه المشاريع لذلك كان أنه لابد أن يكون هذا العمل متساوق بالمقابل مع أطلاق هذه المشاريع والاعتمام بهذه المشاريع طيب هنا نتحدث أيضا عن لقاء رئيس الوزراء بمجموعة من منظمات المجتمع المدني والشباب بل وحتى الأطفال في محافظة ديوانية على هامل زيارته وأشار إلى توظيف الأيد العامل ابن مداء المحافظة تركيز على ملف البطالة وتشغيل الشباب احتضان مبادرات الشباب الكثير من هذه المسارات هل من الممكن تحقيقه في محافظة ديوانية وبالتالي إعمام هذه الإجراءات إلى باقي المحافظات يمكن التركيز على أحد المحافظات تكون تجربة رائدة تستفيد منها بقية المحافظات خصوصا أن هناك قانون يتيح للمحافظات أنه اختيار المشاريع المهمة والتي تكون ذات جدوى اقتصادية لأن اليوم أهل مكة أدرى بشعابها أهل ديوانية اليوم هم أعلم بالمشاريع المفيدة والمهمة لهم وأيضا منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب كلهم اليوم شركاء في حالة إذا كانت هناك مشاريع تنموية وأيضا هناك تشخيص من قبل أبناء المحافظة لمن يخدم هذه المحافظة وأيضا له دور بإعادة أو هيكلة ما موجود اليوم من مشاريع قد تكون يمكن إعادة الحياة فيها من جديد وأيضا محاولة قلب الواقع الخدمي المتردي إلى واقع مفيد خصوصا أن المحافظة عانت من إهمال كبير ونقص في الخدمات وارتفاع بنسبة الفقر والبطالة كل هذا مع الاستفادة من هذا المزيج يمكن أن ينتج خطوة مهمة تحذو حذوها بقية المحافظات خصوصا أن المحافظات الجنوبية ومنها الديوانية والسماء والناصرية فيها نسب الفقر مرتفعة جدا وأيضا فيها طاقات وكفاءات وأيضا فيها مشاريع يمكن أن تكون مشاريع تنموية مفيدة على مجال القطاع الزراعي على مجال الخدمات الطاقة غيرها القطاع الصناعي يمكن أن تكون هذه المشاريع مشغلة للأيدي العاملة وأيضا مساهمة بعملية النمو والتنمية هذه التجربة سيد السوداني اليوم أعطى رسالة أنه بيد الحكومة تصل إلى كل المحافظات سواسية وسيكون مسألة المحرومية حاضرة في مشاريعها وفي جدولها الزمني بحيث اليوم يكون الاتجاه للمحافظات الأكثر محرومية فالأقل منها محرومية من أجل أن تنعم جميع المحافظات خصوصا بالخدمات والمشاريع التي يمكن أن تشغل الأيدي العاملة أستاذ علاء صحيح المشاريع صناعية زراعية ضمن أولويات الحكومة من الممكن تشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة ولكن قصورة نمطية عند المواطن العراقي الوظيفة الحكومية والتعيين أصبح هاجس ووسفاس قسري عند المواطن يجب أن يتعين مسارات الحكومة أنها هالشكل يعني هيجت اتجاهات أتفق معك سيد أحمد اتفاق كبير جدا خصوصا أنه هناك إصلاحات على مدى واسع ومتزامن ومتوازي ومنها إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي يتيح للعاملين في القطاع الخاص حتى بالمشاريع المفردة أن يكون لهم ضمان اجتماعي وتقاعد مشابه لتقاعد الموظفين المواطن يبحث عن الضمان وهذا بالدرجة الأساس والتقاعد هو الهاجس الذي يحرك جميع المواطنين لبحث عن الموظائف الحكومية في حالة إقرار هذا القانون وإكماله بشكل نهائي سيسهم أنه يكون هناك إقبال على المشاريع القطاع الخاص وأيضا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي كانت هي سبب نمو وتنمية في الكثير من دول العالم خصوصا في كوريا الجنوبية وفي ماليزيا وفي زنغافورة يمكن أن يسهم القطاع الخاص إذن أنا ذكرت بداية حديثي إقرار قانون الشراكة سيتيح للقطاع الخاص أن يدخل للعملية الانتاجية لأن اليوم دور الحكومة في كل الحكومات هو خلق فرص العمل وليس توفير فرص العمل خلق فرص العمل تهيئة البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص الذي سيمتص جزء كبير من البطالة وسيسهم بتحقيق تنمية طبعا يجب أن تتغير الفلسفة فلسفة المواطن وفلسفة الحكومة أن القطاع الخاص هو شريك مع الحكومة وداردناه أن تكون هناك تنمية حقيقية وتشغيل للأيد العاملة ليس من المعقول أن نعتمد على الدولة بالدرجة الأساس بل يكون القطاع الخاص سواء كان محلي وأجنبي شريك بامتصاص البطالة ومكافحة الفقر فيكون مسألة الضمان هي مهمة جدا المواطن يبحث عن ضمان إذا كان هناك تقاعد مساوي بين الموظف الحكومي والموظف في القطاع الخاص والعامل في القطاع الخاص سيكون هناك إقبال على القطاع الخاص خصوصا أنه القطاع الخاص يختار العمالة الماهرة والمدربة هذا سيبعث حالة أنه يكون هناك خريجين يدخلون بدورات تدريبية وتأهيلية أهلهم إلى سوق العمل هنا ستدخل وزارة العمل شريك بهذا المجال مع وزارة التخطيط ومنظمات المجتمع المدني سيكون لها دور في مراحل التدريب والتأهيل من أجل إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة أيضا نتحدث عن الماكنة التي تكون مسؤولة عن هذه المخرجات يعني أستاذ مهند تحدث عن في ذات الزيارة ولقاء رئيس الوزراء مع مجموعة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات وحديثة حول أهمية دورهم كقادة رأي وقادة مجتمعيين بالتالي مخرجات الجامعات العراقية تتماشى مع سوق العمل اللي تفضل بي أستاذ على نعم أستاذ أحمد لابد أن يكون هناك عمل شامل لكل الشرائح ولكل المجالات ومن هذه المجالات هو رفع قدرة الشباب ورفع قدرة الخريجين من أجل أعادة أعمار وأعادة بناء الدولة العراقية من جديد لأن هناك تلكوات كبيرة ولكن هناك ملفات أساسية ثلاثة الملف الأول هو ملف الصناعة وملف الثاني هو ملف التجارة والملف الثالث هو ملف الزراعة لا بد أن يكون هناك اهتمام للحكومة بهذه الملفات لأنها تعتبر هي الروافد الأساسية للاقتصاد العراقي من حيث أنها تدخل عملة للعراق أو تلمي اقتصاد العراق ومن جانب آخر هي تدخل العراق في ساحة الرفاهية الاقتصادية لذلك أنه الاهتمام بالشباب والاهتمام بهذه الشرائح والاهتمام بالخريجين هو واحد من العمل الأساسي الذي لا بد أن تعمل عليه الحكومة بشكل جاد لأن هناك لا بد أن تكون تنمية ثقافية وتنمية معرفية وتنمية تخدم جميع القطاعات الموجودة وأنا ألاحظ أنه كثير من الحكومات السابقة كانت تهتم فقط في إنجاز المشاريع وهي بعيدة عن المجتمع ولكن اليوم الخطوة السيد السوداني أنه التقى بالجماهير والتقى بالناس وكان هناك حوار مباشر مع الكفاءات الموجودين في هذه المحافظات هو تحفيز وهو إعطاهم الأولوية لأنه الشيء المستهدف من الحكومة هو المواطن وإذا أهمنا المواطن ولم نتعامل معه ولم نعطيه قيمته ولم نشعره بالأهمية هذا لا ينعكس عليه حتى وأن كان هناك تحسن في الوضع الاقتصادي لا بد أن يكون تقارب بين الجانب السياسي وبين الجانب الحكومي وبين المجتمع حتى لا تكون هناك فجوة وهذه الفجوة تستغل من خلال تيارات سياسية داخلية أو خارجية ومن ثم تذهب بالعملية السياسية والعراق إلى منزلق خطير أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مهند جواد الباحث السياسي والمحل السياسي أتريت الحوار في الملفين وأشكر كثير لحضرتك أستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي رفقتنا في هذا الملف المهم شكرا جزيلا لكم ضيق الكرام وأشكر مصول لحضراتكم مشهادي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله شكرا جزيلا لكم